كمان عايز اعكد لحضراتكم ان النهاردة بإذن الله فريق النادي الاهلي استعنف تدريباته بقرة فيه تدريب اخير وهيسفروا ان شاء الله بقرة الساعة اربعة ونصف الى قطر وقبل السفر هيكون فيه تجمعوا للعبين في ملعب مختار التيتش بعد نهاية المران و هيكون فيه صورة جماعية صورة البطولة لكل عناصر الفريق قبل كده كانت عمل فوتو سيشن للعيبة على فكرة عشان الفيفا بيستخدم الادوات دي او الصور دي اثناء عرض التشكيل اثناء عرض الاحصائيات اثناء عرض السكاوتينج الخاص بكل فريق فكل اللعيبة تصورت ولكن بقرة هتبقى فيه صورة جماعية لكل افراد الفريق قبل التوجه الى مطار القاهرة والصفر عبر رحلة خاصة الى الدوحة نتمنى يا رب بإذن الله تكون رحلة موفقة لفريق النادي الاهلي النهاردة على فكرة بيحسد فريق ابو تفوجو البرازيلي بعد ما انهت مشوارها في الدوري البرازيلي وكسبت الدوري بالامس النهاردة قضانكم ايه على الشاشة الاطاط لهذا الفريق اللي توجه الى قطر وهو في معنويات عالية جدا لانه لسه كسبان الدوري البرازيلي بعد غياب 29 سنة الفريق ده في اخر عشر ايام كسب الدوري البرازيلي بعد غياب 29 سنة فريق لسه راجع من الدرجة التانية من سنتين ثلاثة كسب كوبالي بارتادوريس على اتليت كومانيرو الاسبوع اللي فات ففي حالة معنوية ونشوة معنوية كبيرة جدا عند فريق البرازيلي اللي يلعب مع باتشوكا المكسيكي يوم الاربع في لقاء درب الامريكاتين والآلة ينتظر الفاز منهم عشان يلعب معي يوم السبت اللي جاي الساعة سبعة بتقوية القاهرة على ملعب تسعة سبعة اربعة فريق بتشوكا على فكرة كان وصل الى قطر يوم الجمعة اللي فاتت هو بيستعد من بدري الدوري المكسيكي خلصان من بدري فالفريق المكسيكي عنده اريحية في الاستعداد لمواجهة بوتافوجو يوم الاربع اللي جاي كمان عايز اأكد لحضراتكم الحمد للان بار احنا انفرضنا بخبر مهم جدا وقلنا اعلنها عبر برنامج الترند ان تم تسجيل قائمة الاهلي الستة وعشر اللاعب اللي هيشاركه في بطولة كأس فيفا انتر كونتينيلتل وشهرت هذه القائمة تسجيل تلات حراس محمد الشناوي ومصطفى مخلوف وحمزة علاء للأسف مصطفى شبير يعني امكانية لحاقه بالبطولة صعب جدا انبارح كان بيعمل رانين لعله وعسى تكون فترة التأهيل والمدة قريبة ان شاء الله ولكن عموما دي القائمة اللي قرر اجاز الفني تسجيلها عشان يستعين بيها في بطولة فيفا انتر كونتينل 26 لعب 11 لعب في الملعب و15 لعب على دكة المدلاء وقبل اول مباراة يوم السفت اللي جاي عندك مساحة انك تستبدل اي لعب بشرط ان يكون فيه تقرير طبي باصابة هذا اللاعب قبل موعد اول لقاء ب24 ساعة وان شاء الله غدا هيكون رئيس بعثة فريق النادي الآلي الكابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثة باذن الله ان شاء الله باذن الله تكون رحلة موفقة تكلل بالنجاح والتوفيق لعله وعسي يا رب كلنا بنأمل ان النادي الآلي يكون موجود في المباراة الختمية امام ريال مدريد على استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر وهو نفس اليوم اللي اقيمت فيه نهائيات كأس العالم في قطر المباراة النهائية اللي مكانت ما بين الفرنسا والارجنتين واللي نجح فيه المنتخب الارجنتيني بقارة ميسي الفوز بكأس العالم في النسخة الاخيرة من قطر 2022 2022